في الصين أعلنت اللجنة الطبية الوطنية أن عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا بلغ نحو 25 شخصاً مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى ألف وقالت اللجنة أن السلطات تجي أيضاً فحوصاً لمئات الحالات التي يشتبه في أنها جزء من هذا الوباء الذي ظهر في مدينة وهان صينية واتخذت الصين تدابير قصوى لمكافحة هذا الفيروس الذي بدأ بالانتشار في العالم ففردت حجراً صحياً على مدينة وهان مصدر الوباء إضافة إلى مدينتين مجاورتين كذلك أغلقت أجزاء من سور الصين العظيم أمام الزوار تحسباً لانتشار سلالة أخرى من فيروس كورونا القاتل وفي هذا الشأن أمرت الصين جميع وكالات السفر بتعليق الجولات المحلية والدولية في إطار جهودها لاحتواء تفشي الفيروس وأمرت كذلك وزارة الثقافة والسياحة وكالات السفر وشركات السياحة بوقف برامج السفر اعتباراً من اليوم ويأتي هذا الإجراء في بدء عطلات العام القمري الجديد التي تشهد سفر ملايين الصينيين عبر البلاد وإلى الخارج وتتخذ الصين إجراءات استثنائية حيث تحاول الحد من انتشار الفيروس الذي يخشى أن يتسبب بأضرار تماثل التي نتجت عن متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد سارس وستمثل هذه الخطوة ضربة قوية لصناعة السياحة ترجمة نانسي قنقر